السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعد التهاب أوطار الكوعي أو ما يعرف باسم مرفق لاعب التنس أو التهاب لقيمة العضض الوحشية من الحالات الطبية المؤلمة التي تحدث في حال وجود جهد كبير أو زائد على أوطار مفصل الكوع وينتج غالبا عن تكرار حركة الرسغ والزراع ويحدث الآلام عند ملامسة أوطار عضلات ساعد اليد فبالتالي بنتوء عظمي خارج الكوع بحيث ينتشر الألم إلى الساعد والرسغ بالرغم من اسم الحالة إلا أن الرياضيين ليس فقط من يصابوا بمرفق لاعب التنس كما تسمى حيث يمكن أن يصاب به الأشخاص الذين يتطلب عملهم ممارسة أنواع معينة من الحركة مثل الرسام، النجار، السباك كما قد يؤدي الألم والضعف الناتج عن الإصابة بالتهاب أوطار الكوع إلى صعوبة المصافحة وإمساك الأشياء وحمل بعض الأكواب مثل كوب القهوة أتمنى لكم دوام الصحة والعافية ألقاكم إلى حلقة أخرى